آخر حاجة آخر حاجة في العادة تتكلم فيه شوية وإزاي نطور أو نفكر نطور أو بنفكر بعض بنفكر بعض بمناسبة كاس العالم يعني وبمناسبة غيابنا عن كاس العالم المسابقة المحلية الدوري المصري الممتاز رجاء من كل الناس من كل الناس لمن يهمه الأمر لابد أن تكون المسابقة منتظمة منتظمة ليه لازم تبقى المسابقة منتظمة بص يا سيدي واحد مسابقة منتظمة يعني منتخم مصر أو المدير الفاني المنتخم مصر بيقدر يقيم اللعيبة بشكل جيد بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كريم النهاردة كان كويس في المباراة وبعد كده الدوري توقف ورجع الدوري فكريم ما كانش كويس أو كريم لقى مطشين كويس وتوقف الدوري ورجع مش كويس لعي مطش ومطش أنا مش قادر أئيس مستواء أنا محتاج تاعة أربع خمس ست مطشات وراء بعض عشان أئيس مستواء وأنا بختار أفهم هو كويس فعلا ولا كانت طفرة مباراة طفرة كده ده واحد فالمنتخب بيتقصر منتخب أول بقى ومنتخب شباب ومنتخب نشيدة أي لعيبة بتلعب في المسابقة المحلية كلها أو كل المنتخبات دي بتتأثر بسبب التوقفات دي ماشي حاجة تانية حاجة تانية مهمة الأمور التسويقية يعني إيه أمور التسويقية الدوري مش منتظم متوقف في عزمات الأمور التسويقية بتاعت الدوري بتقل بطبيعة الحال يعني ما فيش معلن أو ما فيش سبونسر حابب ييجي الدوري ما مش عارف أقوله لآخر فدي أمور بتتأثر طيب حاجة كمان أنا دلوقتي نادي أوروبي وعايز أتابع لاعب في الدوري المصري طيب هاجي مثلاً هديكم مثاله والله بص قد يبدو قد يبدو تافي بس هديك مثال يعني بص هاجي بجيبها لك من تحت جي النادي الأوروبي دوت حابب يبعت السكاوتينج بتوعه الكشفين بتوعه يشوفوا اللاعب ده في الدوري المصري فان شاء الله هو الراجل دخل بص على الجدول بتاعنا في أي حتة لأى اللاعب اللي بيلعب في النادي الفرنية دوت مطش يوم الخميس تمام فيه يحجز للراجل طيارة يسافر السكاوتينج يلاقي المطش دوت تتأجل ساعتين تتأجل ست أيام تتأجل سنتين يا جماعة طبوه مش فيه مطش ومعادي دي حقيقية لا المعادي بتاعتنا مش حقيقية المعادي بتاعتنا حسب الظروف طيب أنا عايز أعود مثلا عشر تيام أفرج على مباراتين أو تلاتة لي لا هو الفرقة دي اللي فيها اللاعب اللي انت عايزه ده عنده مطش واحد بس في العشر تيام دول بس الفرقة التانية لو انت عايش يبقى فيها لعبة تانية عندهم تلات اربعة مطشات في العشر تيام دول فيه تفاصيل كتيرة بتأثر على الاحتراف بتأثر على العقلية بتاعت اللاعب بتأثر على المدربين والأندية طبعا بتأثر أهم على المنتخبات بتأثر على أمور تسويقية كلها فتحة على بعض مجرد بس ما انت تيجي توقف الدور دوة اسبوع ولا اسبوعين كل حاجة بتبوز معاك كل اللي بتحاول تعدله وتصلحه وتطوره بيبوز معاك والمنتخب يا تأثر اللي قوامل أساسي من اللاعبين محليين ونيجي نسأل السؤال دايماً لما المنتخب يلعب مواجهة صعبة في تصفيات كاس العالم أو في كاس الوامل الأفريقية هو احنا ليه وحشين أو كده ده احنا لما بشوف سين واللصات بيلعب في الدور المصري بيكسر الدنيا هو ليه في المنتخب مش كويس عشان يا فندم هو أصلاً الدور اللي ملعبه أو كنا ملعبه إن شاء الله السنة يبقى كويس ودوري منتظم ما يطلعش لعب كويس ما يطلعش أبداً لعب كويس دوري لا منتظم ولا حد عارف في المبارات إيه ولا عندي بتعرف تستعد المين يعني مثلاً أنا النادي السيرامية كلوباترة عندي ماتش اللي جاي نادي هلعب مع غز المحلة فغز المحلة دي مثلاً فرقة بتهاجم كويس فأنا كمدرب بعمل خطتي أو بعمل تدريباتي أو بعمل شغلي على غز المحلة اللي بيهاجم كويس فاجأة تحد الكورة أو ربط الأندية دلوقتي تبعاتلي تقول لي والله لا إنت مش تلعب الأسبوع ده ما غز المحلة إنت هتلعب الأسبوع دوت مع بيرامد تقول لي كنت بس تعدله ده يا جماعة مش ده شغل وتدريب وخطط وحاجات فالبينكوسين كده العشوائية دي ما بقتش تنفى لو إحنا فعلاً عايزين الصالح لمنتخبنا عايزين فعلاً الصالح العام ونبقى واضحين في ده ما يبقاش كلام إنش لو عملنا كده إن شاء الله بإذن الله نبقى موجودين في كاس العالم اللي جاي وما نغيبش أبداً عن أي كاس العالم تاني عشان زي ما كان محمد مراد آيل دلوقتي لا يصح ولا يجوز إن منتخب مصر أصلاً يغيب عن أي نسخة الكاس العالم مش يخش بالصدفة كل مئة سنة ما ينفعش أصلاً يغيب عن نسخة واحدة بالإمكانيات وبالقوة البشرية بالتاريخ بالتاريخ بكل حاجة بكل حاجة أنت المفوض ما عندكش صغرة واحدة بس تخليك ما تبقاش موجود في كل نسخة الكاس العالم فكل واحد يحط نفسه قدام مسئولياته ويقول أنا اللي غلطان أنا اللي تسببت في ده أنا كنت فاكر إن الموضوع كله تأجيل ماتش أنا كنت فاكر إن الموضوع كله إن المرضي الشباعة اللاعب الفلاني دوت للنادي الأوروبي أنا كنت فاكر إن الموضوع دوت يعني في الناشئين لما دخلت طفل بالوسطى قلت مش هيأثر على باقي الفريق ولا مستقبل الكرة المصرية كل اللي أنا قلته دوت بيأثر وبالتالي أنت لو شاركت في أي حاجة من اللي أنا قلتها ديت يبقى حضرتك مسئول إن منتخم مصر دلوقتي مش موجود في قطر في كاس العالم ما تستبسطش الموضوع عشان أنت مسئول بالتراكمات بقى أنت وغيرك